نتحول إلى الشأن السياسي كيف ترى الآن الوضع في مصر؟ كيف ترى الاستقرار الذي حدث بعد فترة من مواجهة الإرهاب؟ كانت فترة امتدت لما يقرب من ست سنوات كيف رأيت هذا الوضع الآن؟ وبالتالي كيف ترى حفاظ مصر على استقرار في أوضاع منتهبة في منطقة الشرق الأوسط؟ مصر دولة محوارية في الشرق الأوسط وإفريقيا واستقرارها لا غنى عنه لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة وقد أدركنا هذه الأهمية الجيوسياسية منذ زمن بعيد وفي الواقع منذ عشرينيات القرن الماضي أنشأنا مكتبنا الكنسولي الأول في مدينة الإسماعيلية بالقرب من قناة السويس فمصر ضرورية للربط بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا لقد أصبحت دولة أكثر أهمية حاليا لأن اليابان تروج الآن لمبادرة تسمى محيط هندي وهادئ حر ومفتوح وبالطبع مصر جزء من هذه المبادرة التي تستند إلى نظام بحري يعمل وفقا للقانون الدولي وأيضا تستند إلى تحقيق الإزدهار من خلال تعزيز الاتصال بين الدول وعندما نتحدث عن التعاون في مجال الاتصال فإن البنية التحتية المادية مثل جسر السلام فوق قناة السويس مهمة بالطبع لكن البنية التحتية البشرية ضرورية أيضا لأن التعليم جسر يربط حاضرنا بمستقبلنا ويعزز التعاون الإقليمي والتنمية ولذلك نحن نعمل على تطوير التعليم لأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وأيضا التعليم على الطريقة اليابانية مهمان أيضا لمبادرة محيط هندي وهادئ حر ومفتوح ويسعدني أيضا أن أرى شراكة أكبر من أجل السلام والازدهار في إفريقيا من خلال مؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد والذي شارك الرئيس السيسي في رئاسته مع رئيس الوزراء الياباني في عام 2019 وأيضا منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين حيث تمثل اليابان شريكا استراتيجيا وقد واجهت المنطقة الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية وأعتقد أن مصر تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في تلك المنطقة ونود دائما أن نكون حريصين على أن نطور حوارا سياسيا ليس من أجلنا فقط بل من أجل المنطقة كلها سارد سفير بالإشارة إلى محورية مصر التي ذكرتها وكذلك بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأربعة أو الخمسة الماضية هل تعتقد أن الآن الساحة أصبحت مفتوحة ومهيئة لوجود اليابان كمستثمر صناعي ربما في منطقة إقليم قناة السويس والمنطقة الصناعية في قناة السويس والمنطقة الصادية في قناة السويس للصناعة اليابانية وتكون دور أو لها محور في الصناعة اليابانية وبالتالي تكون مصر بوابة للنفاذ إلى إفريقيا مثلا هل هذا الأمر مطروح وتفكر فيه اليابان في الشق الاقتصادي في التعاون مع مصر؟ إنني أرغب في الكثير في هذا المجال لقد عملنا بالفعل كثيرا من أجل قناة السويس نفسها وذلك لإعادة التأهيل ولتنفيذ أنشطة فعالة حول تلك المنطقة وبالنسبة للاستثمار عندما تتحدث بدقة عن منطقة قناة السويس فلدينا بعض الشركات الموجودة هناك لكن عندما ننظر إلى مصر عمة فلدينا الكثير من الاستثمارات المثمرة على سبيل المثال تنتج شركة سوميتومو دينسو الضفائر الكهربائية للسيارات وقد زار رئيس الوزراء مصنع الإسماعيلية العام الماضي وهم يوظفون أكثر من سبعة ألاف مصري ويصدرون إنتاجهم إلى أوروبا وهناك شركة نيسان التي توظف أكثر من ألف مصري وهناك الكثير من هذه الأمثلة فمع الإصلاح الاقتصادي وهذه الإمكانات الطبيعية لهذا البلد الذي يبلغ تعداده مائة مليون مصري تعد مصر وجهة جذابة للاستثمار وأنا أعلم أن الحكومة تعمل كثيرا لتحسين مناخ الأعمال والشركات اليابانية مهتمة بالاستثمار في مصر ونحن بحاجة إلى مزيد من المحادثات والأفكار لكني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمزيد من التواجد للشركات اليابانية في مصر ترجمة نانسي قنقر